في وقع برضو كنت سمعتها بس مش عارف دي ومسلتش اجابتها او صحتها ايه هل في مرة من مرات لما الوانسس احمد مجاهد كان رئيس اتحاد الكورة او رئيس اللجنة اللي بتدير اتحاد الكورة منعك من دخول اتحاد الكورة خارس دعم تكرمني تكرمني تكرم النواب كلها يعني ما حصلتش نواب عكس ده بالعكس احمد زاكي 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 بالعكس يعني هو بدعانة وجينا كلنا كنواب ومهند الصارح سنين نايس نادي ترسانة وانا رئيس رابطة وكرمنا كلنا في الفترة اللي هو فيها واجتمع بينا مرتين ثلاثة مع النواب اللي اعمل جروب بالنواب الرؤساء الاندية والاتحاد الكورة السابقين اللي موجودين في الاتحاد المصر اللي كنت قادم سواء نواب او شيوخ وكان في تواصل بيننا عطول الاجتماعات اي دعوة اي حاجة اللي انا كرسي موجوده كان بيدعينا اول ممكن نشوف جيم انتخاباتنا بين المهند سباح مطار المهند سانة بوريدة لا استحادة استحادة هيحصل توفق بينهم على واحد بس واحد لانه لانه جاء بحتك المجموعة مش ممكن يعني احنا انت النهار دي لابد ما فيه دعم كامل لفترة دي عشان مقاش فيه جروح بعض الانتخابات فخلينا نتكلم ان المرحلة دي محتاجة قوة جيدة جدا محتاجة اسماء تقيلة جدا لانك انت محتاج كمان انك انت يعني الرابطة الروابط وتقسيم الروابط محتاجة وقت عشان تصلح الامور زي ما حدقك اترى ما تحتاج المشكلة زي ما حدقك سبطار خطيرة دي ان فيه لحيتين وفيه لجلتين وفيه لجلتين لجلت مصبات يعني مع ان المش فينا هو مش فينا لكن فيه خلل موجود نتيجة ايه فيش الربط اللي موجود فيها فتا هياخد وقت هيااخد وقت كبير طيب برضو من ضمن النقاط تشايف يعني ايه ان انت شغالت دوري وبدأت دوري بدون لجنة معتمدة برئيس برئيس لجنة حكام واتحاد الكرة كذا مرة يرفض هذا الموضوع شو حطيتك اه اللي حصل في الاتحاد المصر الكتر الكتر في الحكام من ضمن الاهم الاسباب اللي اثرت بالسلب على اتحاد المصر الكتر تقصدك على تجربتين الاجانب ها تقصدك اه همش مختارع بالتجربة دي لا لا خالص 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 حضرتك حضرتك انت التجربة مفروض انهم انجيجب بعض التطور اعمل ايه اعمل دورات مجمعة واجيب ناس محاضرين وده موجودة في العالم كنا كنا بنعمل حضرتك افضل المحاضرين اللي موجود يجي يحط يكلموا على التعديلات الجديدة على الديمتاحة الجديدة يحضر معانا ما عنديش مشكلة في الامتاحة دورات تدريبين يبقى موجود معايا خبير يحضر معايا الاجتماعات كنا بنعمل كده الاتحاد الدولي موجودين جده اللي جان موجودة مشكلة في الاتحاد الدولي مشكلة مشكلة في الاتحاد الافريكا انا مستعين بيوم واسمها موجودة جدا واجبها واعملها لكن انا النهاردة اجيب واحدة اتتكواليس جوا الموضوع حاضرك طبعا حاضرك تابع وحاضر ان الخلل ده حكام فلوسها بتتحطى في الربطة الربطة مش ممكن هي تدي فلوس الحكام ده خطأ رهيب مش مش ده انتقاس منهم لا انت بترايح دماغك ما فيه مصيبه حصلت انت حضاك هفهود الاندية بتدفع فلوس في الحكام لا اخدوا قرار ان تدفع فلوس في الربطة يعني الحكام والحكام طبعا انا بقى هدها انا اللي بدل الفلوس وقوله بقى حاكمين انا بقى فيه متضرب بصعبه الربطة والاتحاد النقل والقيم فيه 50% مشترك و50% تضرب مصالح ايه بس فيه استقلالية وانت عندك كاس مصر وكاس السوبر تحت الاشراب ماينفعش بطا تحت اشرف انت حد القر طبعا بس ماينفعش انا اقول للحكام الحكام يقبضوا فلوسهم بتوى الدوري من الربطة يحطوا الفلوس الاندية في حساب الربطة ده ده حضيتك انا معرفش حاسب عزالحكم لو اخطأ لانه الرجل الاجنابي عمل ايه حدد حدد حكام لدرجة الربطة حضيتك هتعجبه تنزلهم وفيش غيره فبقى المشكلة ايه انه امن العقوبة وبدأ متعلنش عن اقافه وبدأ يحصل للربطة يبقى اذا احنا عندنا ملفات اصبحت فيها مشاكل كتير جدا نتيجة السياسة المتخبط فيه الادارة وده وده يسأل عنه الاتحاد مصر بكامل هيئاته طيب لانه هو ما شكلش اللجان اللي تقدر تدير لان الموضوع صعب اشتركوا في القناة